ظهر فيديو مؤخرا لفتح علبة الهاتف الجديد من سامسونج وهو السامسونج A53 5G الهاتف جاء ببعض التغييرات على هاتفها السابق A52 لذلك في هذا الفيديو سنستعرض أهم المواصفات والسعر للهاتف ولكن قبل ذلك ادعمونا بلايك للفيديو لتحفيزنا على تخديم المزيد السلام عليكم معكم عادر من قناة الدقاء التقنية ستعلن شركة سامسونج رسميا على هاتفها الجديد A53 5G يوم 17 مارس من هذا الشهر فالهاتف يأتي بنفس تصميم سلسلة A52 دون أي اختلاف حيث من الخلف ستجد أربع كاميرات محاطة بمستطيل دائر الحواف ومن الأمام ستجد ثقب صغير في أعلى منتصف الشاشة مع حواف دائرية وكالمعتاد في هذه الفيديو السعرية فإن الخامات تأتي من البلاستيك سواء في الظهر أو الإيطار كما أن الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP67 ويزن الهاتف 189 جرام وبالنسبة للشاشة فهي مميزة كما هو معتاد عليه من شركة سامسونج حيث تأتي بحجم 6.5 إنش من نوع سوبر أمولود وتأتي بدقة الفول أش دي بلاس تدعم معدل تحديث 120 هرتز ومحمية بطبقة من الزجاج من نوع كورنغرولا غلاس الجيل الخامس أكيد الشاشة رح تقدم لك تجربة ممتازة ورح تكون مناسبة جدا لمشاهدة المحتوى والهاتف يدعم تقنيات NFC ويدعم منفذ USB من نوع Type-C وإلى حد الآن لا نعلم إذا كان يدعم منفذ السماعات أم لا في انتظار التأكيد في الأيام القادمة القليلة وبالنسبة للآداء فيأتي بمعالج Exynos 1280 الذي يعتبر من المعالجات المتوسطة حيث يأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر فالمعالج إلى حد الآن لم يظهر على منصات الآداء لذلك فهل سيكون المعالج جيد ورح يقدم تجربة ألعاب جيدة لذلك سنشهده في الأيام القادمة القليلة أيضا الهاتف لديه بطارية ممتازة بحجم 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 نواط للعلم أن العلبة لا يوجد فيها شاحن لذلك سيجب عليك شراء شاحن منفصل والهاتف يدعم صوت ستيريو سيقدم لك تجربة صوتية مميزة ويتميز هاتف الآة 53 5G بكاميرات ممتازة جدا حيث من الخلف ستجد أربع كاميرات الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل تدعم المثبت البصري والثانية بدقة 12 ميجابيكسل والكاميرا الثالثة والرابعة بدقة 5 ميجابيكسل واحدة للعزل والأخرى للماكرو حيث تسوّر الفيديو بدقة 4K والـ Full HD نسبة لكاميرا السيلفي فهي مميزة أيضا حيث تأتي بدقة 32 ميجابيكسل والهاتف يأتي بألوان من بينها اللون الأبيض والأسود واللون الأزرق وأما السعر المتوقف يأتي بسعر حوالي 499 دولار أي 9 ملايين هاتف سامسونج الـ A53 5G ستعلن عنه سامسونج يوم 17 مارس من هذا الشهر فما رأيكم بالهاتف وسعره فشاركونا رأيكم في التعليقات دمتم في رعاية الله وحفظه